السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير في شهر رجب شعبان شعبان ان شاء الله وإحنا قريبين على رمضان ونتمنى لكم حياة سعيدة وهانئة اينما كنتم وقت ما كنتم بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم هنتكلم على التنمية وده مشروع يعني موضوع كبير جدا واعتقدش انه مشروع جديد مشروع كبير مناسبة كتير جدا لكن ايه العلاقة ما بين التنمية والتعرير عامل التعرير اللي بتغير المجتمعات بتطلع مدن وبتروح مدن وبتضيع عاثار وبتقى في صحروات الى اخرى الى اخرى اما التعرير من التعري اللي هو الانسان يمشي عريان في الشارع فده عمل غير محمود عمل يعتبر منافي للاخلاق وللضوء الكريم اما واحد يقرق علينا اما واحد تنزل علينا فدول بيعرضوا نفسهم لماذا للاتهمات بالمرض او بالجنون بيعرضوا نفسهم للاعتداءات فبيصبحوا يعني ضعاف قدام المجتمع وهكذا بيعرضوا نفسهم لاقتصاب فالعلاقة ما بين التنمية او التعرير الانسان وده النقطة يمكن لبعض الناس فيكو يقول له ايه الزخل اللي راحب ماشي عريان او التنمية الذي لا يؤمن بالتنمية هو ذي الانسان اللي ماشي عريان ملط سواء كان رجل او امرأة ويصبح عرضة لأي اتهام لأي مرض لأي اعتداء ها قد يؤدي الى اغتصابه او اغتصابها او الى انهاء حياته فلذلك الانسان المجتمع الذي لا يؤمن بالتنمية هو ذلك الشخص الذي وضع نفسه او نفسها وضعت نفسها في حالة حالجة جدا 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 في حالتها داخل المجتمع دي اللي علاقة التنمية بالنسبة لي ما هياش مجرد مشروع ويمكنني قلت الكلام ده قبل كده هو برنامج متكامل ها الاطراف معمول من معدة مشاريع كل مشروع بيؤدي لخدمة جزء من او قطاع من قطاع المجتمعات لحنا لو دخلنا على قرية او دخلنا على حي فبيكون في القرية دي فيه قطاع الصحي القطاع الزراعي القطاع التجاري القطاع المهني القطاع المياه قطاع مياه الشرب قطاع كل هذين اشياء فانا مخش في القرية دي كلها بعمل مشاريع مختلفة تخدم كل قطاع من اجل عمل برنامج التنمية المتكامل اللي هم نتكلم عنه فالتمامش مشروع والتمامش مبادرة المبادرة جزء من المشروع والمشروع جزء من قطاع المشروعات اللي بتخدم جزء معين داخل برنامج التنمية اللي بيكون من خمس سنين لعشر سنين او خمس شهر سنة نلاقي لوقتي للشباب كلهم اللي بيسمعوا كلكم شباب بإذن الله سبحانه وتعالى البنات والأولاد انا عامل بعض التعريفات حطيتها هنا اوه اللي انا بشجعك على انك تعمله تعرف الشيء بما تراه مناسبا لك وما ترى نفسك قادرنا على فهم مجرد ما فهمت انت عايز تعمل ايه انت حط التعريف مش انا فقط او فلان او فلانة اصحاب التعريفات لان التعريفات اللي انا بحطاها دي كلها ما هياش قرآن ما هياش وحي من السماء ما هياش شيء انزل علينا لا هو مشاعر وخبرة بنحاول نحطها علشان نسهل الامر لك ايها الشاب وهي الشابة لك انك تستطيعوا ان انت تكونوا تقودوا قطاع التنمية او تقودوا قطاع المجتمعات يعني بشجعك دلوقتي من الان للشباب انهم يكونوا عندهم القدرة والثقة بنفسهم على انهم يعملوا يدعوا هذه التعريفات ويناطحوا اصحاب التعريفات باقوالهم وارائهم وافعلهم في تعريفات كثيرة جدا للتنمية بعض تعريفات هي عملية النمو التنمية هو النمو انا بصلت في الجسم يا انا لما والدتني امتي كنت لسه مش طفل أقل من طفل يعني مش عارب يسموه ايه أحبو يعني كان جزء لم ينمو بعض عشان أمشي وفي أنفسك أفرد بسرون يعني الواحد ينظر لنفسه هو صغير وإزاي نمى نمو طبيعي من خلال الأجهزة التي وضعها الخالق داخل هذا الجسد نجد أن احنا كل حياتنا فيها تنمية تنمية فكرية تنمية عضلية تنمية رؤف الرؤى إلى آخره إلى آخره إلى آخره وبعد التعرفات الأخرى اللي أنا بتكلم فيها هي من الحاجة إلى الكفاية يعني أنا محتاج خلاص يبقى أنا أحول حاجة المجتمع دي إلى أنا حكفي المجتمع اللي عندي هي من الرجاء بترجاك وبستجديك إلى العطاء بحول هي عملية تحويل مجتمعية عملية نمو مجتمعي من الاستبداد للحرية أنت عندك مجتمع بيحكمه أواصل الاستبداد والأسف فأنا بحاول أخر المجتمع ده من هذه الحالة ها الخوف والرعب إلى حالة الحرية من المهانة إلى الكرامة يقول لك خلاص بقى كفاية كفاية إهانة حفظ على كرامتي وبضع أسر لكي أحمي كرامة كل فرد في الشعب من الظلم إلى العدالة من الظلم إلى العدالة إحنا عايشين في حالة ظلم عايزين ننطبق العدل في هذا المجتمع من الحرفة إلى الصناعة أنا حرفي أنا حرفي ها عايز أحول هذه الحرفة من مجرد أن أعمل حاجة بإيدي إلى تطلع مصنع وتطلع مصانع وتطلع أبحاث إلى آخرين من التعلم للمعرفة أنا عايز أتعلم عشان أكون عندي المعرفة التي أقدر بها على أني أعلم الآخرين أو أبني بها المجتمع ومن التدريب إلى التمكين بتدربني عشان إيه؟ عشان تمكنني وبتمكنني عشان أكون عضو نافع في المجتمع من البحث إلى الاختراع أنا ببحث عشان أختلع مش ببحث عشان أطلع ورقة ويقولوا أن فلان عمل كتاب وكتابين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة من العمل الإنتاج أنا بشتغل ليه؟ عشان أنتج يعني أقيس عملي بمقدار إنتاجي مش فقط الإنتاج الإنتاج الذي يحتاجه المجتمع الإنتاج المفيد من الكساد إلى الراج أنا عايش في المجتمع فيه كساد فيه ركود عايز أخرج بالمجتمع ده من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى وزي ما هو مكتوب هنا هو هو تغير الشيء من مرحلة إلى مرحلة أفضل التنمية معنى أنك بتغير حال المجتمع بتغير حال الشعب بتغير حال الأرض بتغير حال الصناعة بتغير حال التجارة من مرحلة إلى مرحلة أفضل من الهدم إلى البناء دخلت إنت مثلاً في بلد زي البلاد في سوريا دلوقتي أي مكان في سوريا مهدومة عايز أبنيها يبقى لازم حط برنامج لبناء هذه المدن من الجهل العلم أنا جاهل مش متعلم أبويا جاهل مش متعلم على الأقل هو عرف إن الجهل شيء مش جيد فلابد بيحط كل الإمكانيات لكي يتعلم أبنائه من الفقر إلى الغنى هنعيشتوا عمرنا فقرة؟ لا مش هنعيشتوا عمرنا فقرة هنغير هذه الحالة يبقى التميه هو التغيير من الأقل إلى الأحسن من التخلف للتقدم كان في يوم من الأيام بنكتب بأيدينا أو بنكتب بالحجر دلوقتي بنكتب على الإنترنت والحاجات دي كلها أشياء ما كانتش موجودة قبل كده وقت من الاعتماد إلى الاستقلال ليه أنا أكل لا أكل وأشرب وألبس وأركب ليه أنا كل حاجة أعتمد فيها على الاستراد الاستراد هو استعمار اقتصادي استعمار سياسي واستعمار اجتماعي والاستعمار ليس العمار اللي هو الايه يعني احتلال 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 بطريقة الاحتلال اللي هو الايه السلبي حذاري أن يجي لك حد يقول لك الكوباء دي لما بنشتريها من برة أرخص من اللي إحدى حننتج يقول له لا أنا حستثمر في مصنعي هنا عشان السنادي حتكون أغلى بعد خمس سنين حتكون أرخص وعندها الجودة أن أنا حصدرها للمكان ده من الاعتماد للاستقلال ومن التبعية القيادة أنا طول عمري بقى حمش ورق عادي أتعلم علشان أقودك وأقود المجتمع بتاعي وأقود المجتمعات اللي حوالي من السماعة للإستماعة يعني أنا حسمع عشان أتعلم طيب بعد ما أسمع أتعلم الناس حتسمعني بس لازم يكون عندي المادة وعندي القدرة وعندي التاريخ وعندي الثقافة وعندي العلم اللي أنا أعلمك فيه فتا تستمع لي طيب بلك فأنا دالنا حلت لحلت اللي تقال ومن التلقي إلى الإلقاء أنا بسمعك كلام وهو بتلقى منك وبتعلم منك آه طب جذلكم الله خير يا سلام يا سلام يا سلام أنا بقى في يوم الأيام عايز أقف وتعلم وألقي عليكم المحاضرة وإنت يا أيها الشاب وإيها الشابة أنت لو حتعمله كده أنت لو حتعمله كده وإنت لو حتاخده آه آه زمام الأمور وإنت لو حتبدله فلذلك أنا بقول لكل واحد فينا وفيكم ها أن أنتم مقدرين على وضع مفاهيم جديدة للتنمية على وضع تعريفات جديدة للتنمية على وضع أتر جديدة للتنمية على وضع سياسات جليلة التنمية ليه من خلال رؤيتكم وكل من وضعوا هذه الرؤى في الماضي لم يكونوا بأحسن منكم على الإطلاق ولم يكونوا بأعلم منكم على الإطلاق لأنه مكتهدوا وأخطأوا وأصابوا من الضياع للرشاد مجتمع ضايع زي ما احنا شايفين الوقتي في بلاكترا جدا اللي هو المخدرات كانت اللي هو الهيروين والاستروكس اللي بيباعه وكده وأصبح كشي عادي ولا حتى القاتل اللي بيكلوه في اليمن واللي بيكلوه في الصومال ده بيضيع عقل المجتمع بيضيع عقل المجتمع فلا بدنا أن أثقف المجتمع اقتصاديا حرام أنت بتحرم أهلك وولادك من الدخل بتاعك اللي أنت بتاكله وأنت قاعد بتندق القاتل اللي بتعمله ده أو غيره والأسف يعني في التاريخ الحديث اللي اكتشف القاتل في اليمن كان تيس يعني زوج الأخت المعزة فاكتشفها فإحنا ماشيين وراء ثقافة التيس من داعي يا رشاد من الفساد للإصلاح فيه فساد في الوزارة فيه فساد في الجمعية فيه فساد في المجتمع فيه فساد حنصلح ولا بد نخرج نعمل منظومة لإخراج المجتمع من حالة الفساد دي إلى الإصلاح ومن التنظير إلى التطبيق خلاص كفاية بقى كفاية محاضرات وكفاية تحليلات وكفاية خلاص دبر لي الأمور دبر لي الأمور خلينا إيه نتدبر الأمر الذي يخرجنا من إلقاء محاضرات فيه فساد طائية إلى عمل عمل مجتمعي مهني يفيد المجتمع والنظرية للتطبيق خلاص كفاية نظرية كفاية عادينا نطبق بقى ايه هو مفهوم التنمية فيه تنمية تبعية وفيه تنمية بشرية التنمية التبعية اللي هي بتعتمد على تنمية كل الموارد الطبيعية في المجتمع سواء غاز أو بترول أو مياه صالحة للشرب أو مصادر مائية أو زرع أو إلى اللي هي الحيوانية السروط الحيوانية إلى آخر معادن كل هذه الأشياء دي كلها أشياء طبيعية فلابد ننميها مفهوم التنمية أن نستخرجها ونستصنعها ونحولها إلى أشياء نصدرها فلنستفيد منها والتنمية البشرية بالنسبة لأهم لأن أهم عنصر موجود في المجتمع وأهم بنسميها يا ربي وأهم مصدر من مصادر ثروات المجتمع أهم الثروة في المجتمع هو أنت هو أنت أنت كشاب وأنت كشاب المواطن المواطن فلابد أن نستثمر في المواطن في عقل لابد أن ننطور عقل المواطن تطوير شامل في جميع المجالات يبقى التنمية البشرية هي تطوير تطوير عقل الإنسان تطوير شامل في جميع المجالات المختلفة سواء كانت في المجالات العلمية الإنسانية إلى آخرية إلى آخرية وده من خلال إيه؟ من خلال نشر التوعية بكل ما يتعلق في المجالات المختلفة اعمل كذا عشان كذا اعمل كذا عشان كذا اعمل كذا عشان كذا اعمل كذا عشان كذا يبدو المفهوم التنمية أنواع التنمية في سبع أنواع من التنمية زي ما قالت في بعض الأماكن في تنمية شاملة وتنمية مستدامة وتنمية متكاملة وتنمية متخصصة وتنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية وإدارية التنمية الشاملة متعلقة بالنظام اقتصادي أو سياسي كبير على مستوى البلد كلها يتم فهم التنمية الشاملة على الشعب كله بأكمله وهو إيجاد حل وتغيير كبير في البيئة بأكملها المحيطة بالشعب يبقى احنا بنغير البيئة المحيطة بالشعب من ناحية السياسية ومن ناحية الاقتصادية تنمية المستدامة هي قدرة على الانتاج مع ارتباط بالنشاط الاقتصادي يعني اللي بيتحكم في الانتاج هو النشاط الاقتصادي اللي عندك وذلك عن طريق استخدام ايه الموارد الطبيعية بتاعتك انت مش الموارد المستوردة يبقى القدرة على الانتاج مع الارتباط بالنشاط الاقتصادي عن طريق استخدام بعض الموارد الطبيعية والتي يتم استخدامها من الأرض من الأرض من الأرض تنمية المتكملة يستخدام بعض الأسريب العلمية الحديثة تكنولوجية الحديثة في العديد من المجالات الإدارية والتكنولوجية من أجل رفع مستوى الأشخاص في حياته أهم عاجة هنا بردك نرجع للإنسان نفسه تنمية المتخصصة بتخص بعض القطاعات المختلفة في الزراعة في الصناعة في التعدين في السياحة إلى آخره وهتم ارتباطها بالقطاعات الاجتماعية والعمرانية والاقصدية متخصصة في شيء معين داخل تركيب المجتمع التمية الاجتماعية وتطوير مكونات المجتمع إيه مكونات المجتمع؟ أنا جزء من مكونات المجتمع الجماعة جزء من مكونات المجتمع الجماعة جزء من مكونات المجتمع المؤسسة جزء من مكونات المجتمع القطاع الخاص جزء من مكونات المجتمع السوق جزء من مكونات المجتمع الارض الزراعية فانا تطوير مكونات المجتمع وايضا اطرافه بمعنى الافراد والجماعات والمؤسسة الخاصة والاجتماعية والحكومية يعني من فرض لمؤسسة حكومية ده التطوير بتوع الاتفادي الاجتماعية تنمية الاقتصادية بيتم ايجاد بعض التغييرات الجذية عن طريق بعض العملات في المجتمع بتتخصص في الاقتصاد التنمية السياسية يركز على الانظمة السياسية من اجل مواكبة ماذا الانظمة السياسية المتواجدة خارج الدولة افرض انا مسلا عايز اعمل نظام ديمقراطي وعايز احتدي ببلد زي الهند او عايز احتدي ببلد زي بريطانيا وعايز احتدي ببلد زي امريكا او زي تركيا اه او زي اه فنلندا او نيوزيلاندا او اي بلد فانا بحاول انمي للنظام السياسي اللي عندي علشان ايتواكب مع ما اريد انا حقيقه سياسيا على ارض الواقع في مجتمعي التمية الادارية للشخص نرجع امريكا تحقق تغيرات الفعالية الجدية في جميع الهيئات الادارية لتمية الادارات المحلية وتمية المؤسسات الحكومية اللي بتأثر على الشخص اللي هو داخل مثل هذه الادارات تأثير ايجابي في اخلاقه في اداءه في قيمه الى اخره بارجع اقول وهي تحقيق التغيرات الفعالية الجدية في جميع الهيئة الادارية والاسليب التابعة لها ومن ثم التأثير على بعض الس mild thirty- Fehler ارجع اقولهم تاني التمن مجالات دول ت Rome مجالات دول اللي هم اول حاجة في تنمية شاملة فيه تنمية مستدامة فيه تنمية متكاملة فيه تنمية متخصصة فيه تنمية اجتماعية اقتصادية سياسية وادارية فيه تمن انواع من التنمية طب احنا عاديين ايه عشان نعمل التنمية اللي احنا بنعملها دي ايه الاشياء اللي احنا محتاجينها عشان نقوم بي تحتاج اول حاجة اول شي يا شباب انا دلوقتي بكلم الاخت اللي قاعدة ع الشمال دي شايفينها ايوة دي ايوة السلام عليكم والاخ اللي قاعدة علي مين ده السلام عليكم والمجموعة اللي عاديين دول كلهم كشباب من سن 15 سنة الى ما فوق الى حتى 99 سنة لان الشباب هو شباب الروح مش شباب العمر الايمان انا اؤمن ان انا عندي قدرة على ان انامي نفسي نمرة واحد انامي اسرتي نمرة اتنين انامي الحي بتاعي نمرة اتنين انامي مجتمعي نمرة اتنين انامي جمعيتي نمرة اربعة انامي مسجدي انامي كنيستي انامي معبدي انامي مؤسستي انامي دولتي انامي 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 يبقى الايمان انا عندي القدرة على هذا نمرة حاجة نمرة اتنين اللي احنا نتكلم عنها الأسرة تربية داخل الأسرة الأم والأب بيزرعوا أول بذرة من بذور التنمية داخل قلب الأطفال وهم بيطلعوا ينموها مثل هذا النمو يبقى الأسرة اللي هي المحضن الأول المدرسة نمرة اثنين الحي نمرة ثلاثة المسجد نمرة اربعة المسجد اللي هو دور العبادة الإعلام اللي احنا نحطه في التلفزينات اللي بيشوه الصورة اللي بيخلي الشاب مشوش أو مش غير مشوش الإعلام أو الجرائد كل هذه وسائل التربية اللي بنحتاجها علشان ننمي المجتمع وننمي الشخص اللي داخل المجتمع ده السلقة كيف أزنع السلقة داخل أفئدة الشباب والأطفال من بعد ولدتهم كيف أزنع السلقة دي إننا أعطيهم القدرة على أنهم يجربوا ويخطئوا وأحميهم حينما يخطئوا يبقى الثقة أزرع الثقة في النفس عند هؤلاء الشباب وعدين أديهم القدرة واكتشف مقدرتهم القدرة ومقدرتهم كذلك اللي هي القدرة والمقدرة كل هذه الأشياء بتحتاجنا في التنمية وبعدين يكون عمل بتاعي بسيط البساطة في العمل البساطة في العمل بالنسبة لمثل هذه الأشياء نمرأ أربعة مساحة الحريات اللي موجودة في المجتمع كلما ازدادت مساحة الحريات في المجتمع كلما ازدادت قدرة الإنسان أو المواطن داخل المجتمع على التفاعل مع منظومة التنمية وعلى أنه يكون إنسان فاعل ومفاعل ومتمكن لكي يحقق منظومة التنمية داخل المجتمع مساحة الحريات الأمن والاستقرار هل البلد آمنة؟ هل البلد مستقرة؟ بدون أمن وبدون استقرار لن نستطيع أن ننمي أي مجتمع من المجتمعات يبقى السبع أو الثمن نقاط الأولى إيمان والتربية والثقة والقدرة والمقدرة والبساطة في العمل وبساحة الحريات والأمن استقرار التعليم جزء محوري أساسي في أي عمل داخل المجتمع خاصة في التنمية يبقى التعليم هو محور أساسي في بناء منظومة التنمية داخل المجتمع لما تسعى أن نبني بناء مؤسسات مجتمع مدني مستقلة ومجتمع مدني قوي يعني لا بد نعمل مجتمع مدني قوي ومؤسسات مجتمع مدني مستقلة لان هما دول حيكونوا وسائل تحقيق عناصر التنمية المختلفة اللي بتبدأ من الفرد وتنتهي بالحكومة بدون وجود مؤسسات مجتمع مدني قوية ومستقلة وقتها عن مدني قوي ومستقل لن نستطيع بل سنتعثر في تحقيق منظومة التنمية داخل اي مجتمع التدريب والتأهيل والتمكين انا بدرب عشان ايه وبأهل عشان ايه عشان اممكن اممكن عشان اعد بعض الاجيال علشان تقود هذه المجتمعات في المستقبل يبقى التدريب والتأهيل والتمكين بيكون دائم من المدرسة الى المؤسسة ومؤسسات الحكومة بناء الشراكات والتحالفات اصبح دلوقتي علينا اصبح فرض عين اننا نبني تحالفات ونبني شراكات يعني نبني تحالفات ونبني شراكات مفيش اي مؤسسة تستطيع ان تعمل 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 وحدها التحالف والشراكات هم اساس العمل بناء لها سوق الشعبية المحلية علشان نحرك حركة السوق نبني الاقتصاد المحلي نبني الاقتصاد المحلي ونحرك حركة السوق داخل المجتمع تشجيع التعليم الحرفي والمهني والمواهبي يعني فيه التعليم التقليد اللي احنا عارفينه ثم فيه تعليم حرفي ثم فيه مواهب نكتشفها ثم فيه مهنيات نسقلها لان المجتمع مش فقط جمعة ومش فقط معهد ومش فقط دراسات عليا لا فيه ناس تدرهم في المجتمع في الحرفيات والمهنيات اهم بكتر جدا او يوازي دور الاكاديميين والتطبيقات التجارب التطبيقية لاني مرة 14 اتعلم من اخطائي ومن تجاربي واتعلم من تجارب الاخرين اطبق كل ما عندي مش بس اتكلم عن التجارب دي كشيء نظري اصل في امريكا عملوا كزا اصل في اليابان عملوا كزا اصل في روسيا عملوا كزا لا وبعدين اطبق اللي عملوه هل اللي عملوه هناك في امريكا وفي اليابان وفي روسيا وفي تركيا وفي سنغافورة يعني اول حاجة يحتاجه وطني تاني حاجة يعني يستوعب وطني ولا لا تعلم من تجارب الاخرين لابد ان انا تعلم من تجارب مبدأ لا ابدأ من حيث بدأ الاخرين ولكن ابدأ من حيث انتهى الاخرين يكون في مؤسستي في تطابع قيادي اعرف ان الشاب ده اللي عندي داخل مؤسسة ممكن ان في خلال 20 سنة يكون عنده امل يكون هو رئيس المؤسسة ا experiments يكون عنده امل لكن لما كنت أنا عامل هياكل صلبة غير متحركة غير قابلة لنمو الشباب داخل هذه الهياكل يبقى لن أستطيع أن أحول هذا الشاب من مجرد أن الموظف صغير إلى أن يصبح رئيس المؤسسة داخل المؤسسة تتابع القيادة المؤسسة اكتشاف القدرات والمواهب البشرية مين اللي حاكتشفها؟ من غير ما اكتشف القدرات والمواهب البشرية وأشجعها وأستثمر فيها مش حادر نمي كل هذه المطلبات للتنمية عدم الركون والإحباط واليأس يعني خلاص بقى مش حنقدر منعملها ما عندناش إمكانيات احنا فشلنا احنا كذا أيه فشلنا بقى لكن حننجح النهاردة حننجح النهاردة بقى لأن حنتقدم بكرة حنتقدم بكرة وحنبدأ بعد بكرة حنبدأ بعد بكرة حنكون احنا مصدرين وحننحن مصدرين حنكون احنا مصدرين لكل هذه الأشياء فيما بعد فده اللي احنا نتكلم فيه ان نبني الاقتصاد المحل بتاعنا معتمدين على أنفسنا تماما مش معتمدين على الآخرين انا بتكلم عن الاقتصاد المحلي بتكلم عن ايه بتكلم عن الامكانيات المتاحة اللي احنا بنتكلم عنها واخبرك اللي هي ما بتكلفناش الكثير الاهتمام بالثروات الحيوانية والزراعية لان دي شيء موجود تحت رجلينا لان احنا نجيب من بره وانا ممكن ننمي مثل هذه الثروات الاقتصادية والثروات الحيوانية والثروات الزرعية تمكين الشباب والنساء بمعنى ان هم دول الثروة هم دول 70% 80% المجتمع عدم الاقصاء المجتمعي لأي حد عدم الاقصاء المجتمع بأرجع أكرر اللي هو نحتاج إليه عشان نحق التنمية نحتاج إمام نحتاج أنظمة التربوية بتبدأ من الأسرة نحتاج ذرع الثقة في المواطن نحتاج بناء القدرات داخل المواطن نفسها نحتاج إلى مساحة من الحريات داخل المجتمع نحتاج إلى أن يكون المجتمع في أمن واستقرار نحتاج للتعليم نحتاج للتدريب والتأهيل والتمكين لبناء الشركات والتعالفات بناء الأسواق المحلية والشعبية تشجيع التعليم الحرفي والمهنة والمهيبة التجارب التطبيقية اللي احنا مخشف فيها التعلم من تجارب الآخرين التتابع القيادة المؤسسة اكتشاف القدرات والمهيب بشرية وتشجيعها والتسمر فيها عدم الركون والإحباط واليأس التعيادة التدوير المقدرات والمخلفات بناء الإخصار المحلي الاهتمام بالثروات الحنوانية والزراعية تمكين الشباب والنساء عدم الإخصار أرجع أختم في عجالة وأقول إيه في العجالة دي أقول في هذه العجالة شيء واحد أنا بركز فيه النهار دا جدا 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 أنت أيها الشاب وأنت أيها الفتاة أو المرأة وأنت أيها الرجل وأنت المرأة تعمل إيه؟ أنتم عندكم القدرة عندكم القدرة على أنتم تكونوا صناعة تنمية عندكم القدرة على أنكم أنتم تكونوا صناعة تغيير عندكم القدرة على أنكم تكون أنتم مبدعين عندكم القدرة على أنكم تكونوا مكتشفين عندكم القدرة على أنكم تضعوا تعريفات جديدة وأتر جديدة وسياسات جديدة ونظريات جديدة في مجال التنمية وفي كل مجال في المجتمع فلماذا ناثق في أنفسنا حاول وحاول وقرب وإفشل 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 أو إفشلي وبعدين حنصل للنجاح لذلك الكلام اليوم مش على كلام أنا أو بقوله كقرآن ده كلام أنا كتبته في 90% كتبته واختصلت بعض الأشياء من التعريفات أو الصناف التنمية من الصفحات في في جوجل لكن في الأصل فيه أن أنا خطابي ليك أنت يا شفتا لا تحبطي لا تجعلي أحد يدوس لك على قدم ويعزلك على المجتمع وإنت أيها الشاب لا تتأثر بما يقال من إحباط لأن الذي يحبطك هو الذي يريد أن يستغل طلوات بدنك يعني نحن ممكن أنا محطت اديتك الخيار في الأول تنمية أو تمشي عريان لا مش حمش عريان مش حعرض نفسي لاغتصاب مش حعرض نفسي للاتهمات مش حعرض نفسي الكذر كذر 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 بالعكس أنا حخش في التنمية وأتحدى وأبني وأحاول أننا من خلالي أنا كشاب من خلال رؤيتي أنا كشاب أو كشبة من خلال إبداعاتي أنا كشاب وشبة من خلال إطنعاتي أنا كشبة وشبة من خلال إيماني أنا كشبة أو شبة حستطيع أن أنمي بلدي لأن أنا أحب بلدي وأؤمن بلدي وأعتقد أنني سأجعل بلدي هذي أو مجتمعي هذا أو جمعياتي هذية أو حزبي هذا إلى آخر هو أحسن المؤسسات الموجودة في الدولة وشعبي هو أرقى الشعوب الموجودة في الدولة إلى آخر فبالتالي نختم ونقول التنمية بين يديك التنمية بين يديك أنتم القادرون قدرة كاملة وشاملة على إحداث التغيير المجتمعي لست أنا كل واحد فينا قادر إن توفرت فينا عناصر الإيمان والثقة وأخذنا بآليات بنائش أخصية والتكوين لي نحن والتعلم والتعليم والاستفادة من تجربنا وتجار الأخرين وعمل الشركات بيننا ومعادنا جزاكم الله خيرا وأشكركم على حسن استماعكم اليوم وأنا راكم إن شاء الله الأسبوع القادم ومن أراد أنه يتابعني خاصة على اليوتيوب في كل الكلام ده موجود في اليوتيوب وممكن أن أنتم تشوفوا حوالي 700-800 محاضرة بالعرب والإنجليزي موجودة على اليوتيوب إذا اليوتيوب أو التويتر أو الفيسبوك وجزاكم الله خير وشعبان نحن في شعبان مش كده شعبان كريم ورمضان كريم وأيام كريمة علينا جميعا علينا وعلى أخواننا غير المسلمين في كل مكان وفي كل زمان في العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته